إذن لكن قبل ما نبدأ ونتكلمه على الفضائع وعلى الجرائم انتع عصابة البوليساريو حبيت نتكلم على الجانب الإنساني بين الجزائر والمغرب اليوم كنت لبيت دعوة للأصدقاء هنا في مدينة وجدة اللي كانوا ديرين كما نقوله صدقة ومناسبة لها الصدقة هي وفاة أحد أفراد عائلتهم في الجزائر يعني هذه العائلة ومن خلال هذه المنصة نوجه تحياتي لعائلة عبداللاوي وعائلة بن ميلود وعائلة صابري ونعزيهم مرة أخرى في وفاة يعني الحاج بن عبدالله وزوجته قبل أيام ثم الأخ عندهم في الجزائر توفى مسكين وهو مذاهد توفى هذه عائلة مغربية جزائرية ثورية توفى مؤخرا لكن المؤلم هما على الحدود بين الجزائر والمغرب الرجل دفنا ويسكن في وهرن في العيون ولكن جابوه دفنوه في الحدادة في بلاد جدودة في بلاد جدودة يعني هذه المنطقة من تويس ست و سيدي بوب كاري لغاية سيد جلالي أولاد نهار نوجه تحية لقبيلة أولاد نهار قبيلة الرجال دفنوه في الحدادة والمؤلم يعني ما هوش فقط ليوم كانت الصدقة في وجدة يعني بمناسبة الوفاة وهذا المصاب الجلال بنعمه هنا في المغرب ما قدروش يحضروا لبناسته ولا يشوفوه المصيبة هو أنه دفنوه في البلاد نتاع ببواه وجدوده وينمتفون ببواه والناس اللي في الحدادة العائلة نتاعوا يشوفوا بعينيهم الجناز يشوفوا عملية الدفن وما يقدروش يتخطاوا الحاجز ويحضروا التفينة ويعزوا العائلة في الجانب الجزائري أمر مؤلم جدا أمر مؤلم وعلى هذا النظام وهذا اللي راهم شدين الحكم خاصهم يعرفوا باللي الدنيا هادي فيتا وستسألون على الأرحام اللي راكم قاطعينها بين الجزائريين والمغربة غادي نوريكم أنا كنت صورت طب المدة وكنت عندهم في المنطقة على الحدود الحدود ما بين البلدين الجبل هذا كما راكم غادي تشوفوا هنا هنا وين دفن كما تلاحظون هذه الحدود كما تلاحظون نعود نصغر الصورة هذا المركز هذا الجانب الجزائري وهذا الجبل هذا المنطقة هنا جنوب مدينة وجدة كما راكم تشوفوا يعني الناس محرومين باش يشوفوا عائلاتهم نوريكم صورة أخرى أيضا الناس محرومين حتى في الجنايز يعني ما يقدروش كما تراحظون هنا الحدود هذا صور من تصويري أنا اللي صورت والجانب الآخر يعني هذو عائلات على طرفي الحدود وفي الجانب المغربي العائلة شاركت في الثورة المحريرية وقدمت الشهداء ويعني عندها تاريخ عندها تاريخ أتم معنى الكلمة انظروا إلى هذه الصورة كذلك عن بعد يعني هذه المنطقة اللي يعني نفس الاسم العائلي نفس القبيل هنا تشوفوا هنا الجبل هذا كما راكم تشوفوا هنا مور الجبل هنا سيد جلالي يعني الجبل هذا الجزائر وهنا في الجانب هذا الجانب المغرب ما قدروش ما قدروش يعني يحضروا هما يشوفوا يعني العائلة انتعوا في المغرب يشوفوا كيفاش تم عملية الدفن كيفاش يدفنوه العائلة من الجانب الآخر ما قدروش يحضروا جنازة يعني يا عصابة العسكر وين غادي تهربوا من عقاب الله في الدنيا ولا في الآخرة الشيء اللي راكم ديرينه شيء فضيع يعني أنا كنت نطالب منذ سنوات منذ ست سنوات وانا نطالب بإيجاد ممر إنساني لهذه الحالات بإيجاد ممر إنساني للعائلات لمهيش يعني مشي هذه العائلات اللي كانت الحدود تقولها روحي لتونس ولا روحي لسبانيا باش من المغرب تروح لتونس باش تدخل الجزائر عيب وحرام هاتشي اللي راه واقع بين بين البلدين في الجانب الإنساني يعني الرجل عنده عائلة في المغرب ما قدروش يتواصلوا وما قدروش يعزوا وما قدروش يحضروا تفينة على بعد أمطار هذا شيء فضيع وهذا يسمى قطع الأرحام راكم قاطعين الأرحام بين الجزائر والمغرب والمفروض أنه المواندر دي شوز أنا ما ليش نتكلم على فتح الحدود وأنا كنت قلتها دايما هذا ما هوش مطلب لفتح الحدود الحدود تفتح بيه عندما يتحمل الشعب المسؤوليان تعالي أن المشكلة راح في الجانب الجزائري في الجانب المغربي فالمستوى الرسمي طالب المغرب عدة مرات بفتح الحدود أنا هنا نتكلم على الأمر الإنساني يعني حالات مثل هذه تطلب أنه يكون ممر بين البلدين ممر يخص هذه العائلات اللي عندها دويها على الحدود محرومين يتلقوا مع بعضهم الناس ما شافتش بعد هالبعد عشرين سنة ثلاثين سنة وين راكم رايحين بهذا الأبال وين راكم رايحين بهذا القطع الأرحام ما بين البلدين ما على بالكمش بليكين وعلى رأسهم عبد المجيد تبون أنت ابن المشرية وتعرف بأن القبائل الموجودة على الحدود يعني تتقاسم نفس الإسم ونفس اللقب ونفس النسب كيفاش هذه تقطع أرحامها كيفاش هذه ما تسمحش أنها تتواصل بين بعضها البعض كين عدة قبائل كين قبائل حميان قبائل المطهريين أهلان قاد هذو كلهم موجودين أولاد نهار هذو كلهم موجودين دوي منيع أولاد جرير هذو كلهم موجودين على طرفي الحدود هذو مشي هذو كيفاش تطالب منه أنه يمشي لتونس باش يحضر جنازة ولا يعزي المفروض أنه يكون ممر إنساني خاص بهذه العائلات خاص بهذه الفئة اللي متضررة من جراء هذه الأزمة ومن جراء غلق الحدود يعني الواحد يتوفى في وهران ولا يتوفى في مغنية ويدار دار العزاء في وجدة ويحرم أبناءه ويعني أفراد العائلة انتاعوا أنهم يعزوا يروحوا يشوفوه قبل ما يتوفى هذا شيء فضيع اللي ترتكب فيه يا عصابة العسكر يا عصابة العسكر ونسبقوا أنني نبهتكم عدة مرات ما تقومون به هو جرم في حق الإنسانية وفي حق الساكن الموجودة على الحدود الذي يجب أن يكون هناك ممر إنساني خاص بهذه الحالات ولتشرف عليه الأمم المتحدة من ما عندكمش كما يقولوا علاقات ديبلوماسية مع المغرب خلي الأمم المتحدة تشرف على هذا الممر هذا الأمر فضيع ومؤلم جدا ما يقع وتسببتم في ضرر وعاقبتم بسكان الحدود اللي كان عندهم دور كبير استقلال الجزائر اللي كان عندهم دور كبير في حرب التحرير الناس لأن الحدود قدموا قوافل إنتعى الشهداء واليوم تحرموا الأخ يشوف هو الأم تشوف ولدها الأب يشوف بنته هذا الأمر اللي راكم تديروا فيه ستسألون عليه وغادي تخلصوا في الدنيا قبل الآخر غادي تخلصوا في الدنيا قبل الآخر إحنا مش رانا نطالبه رانا نطالبه بمعالجة الأمر الإنساني بين الجزائر والمغرب عطاف اللي تكلم قال لك إحنا حارسين كيفاش إنت حارس وتقول لك إحنا حارس على إعادة إحياء الاتحاد المغاربي وانتوا قاطع الأرحام انت رك قاطع الأرحام يا أحمد عطاف يا شنقريحة يا تبون وكل من اللي راكم في الحكم راكم قاطعين أرحام الجزائرين والمغاربة راكم متسبين في مأسات إنسانية على الحدود مأسات فضيعة الناس يشوفوا في بنعمهم يندفن قدامهم وما يقدوش يحضروا تفينه وما يقدوش يعزوا العائلة هذا شي فضيع وهذه مأسات يعني لا يمكن أن تخبر والواحد يخبر لكم ولا يسمح لكم طال ما راكم في فهد العماء وطال ما راكم قاطعين الأرحام بين البلدين حتى الوين تتبقوك معك حتى تتكلموا على مسألة الحدود أمر سياد إحنا أنا لا أتحدث عن إعادة فتح الحدود بشكل كما يقولو طبيعي وكامل أنا نتكلم عن مسألة إنسانية بين البلدين مسألة تتعلق بعائلات متضررة بشكل كبير عائلة يعني قبيلة وحدة مقسومة قدرها أن المستعمر هو اللي دار كما يقولو هاد المصيبة وهاد الوكيل انتعلي استعمار ما زال ينفذ الأجندات انتعلي المستعمر هاد الوكيل انتعلي استعمار ما زال يحقر سكان الحدود ويحرمهم من بعض هم من بعض يحرمهم من بعض بالصح الدنوب الدنوب المكتكبة في رقبتكم يا عصابة العسكر في رقبتكم يا عصابة العسكر الحدود يعني أو الممر الإنساني اللي لازم يكون بين هذه العائلات هذا هذا حق لها هذا لأن هؤلاء يعني كبروا في هذه المنطقة الحدود فصلت بيناتهم لكن نفس العائلة عائلات عائلات تشترك في كل شي بأي حق تقطعوا بيناتها بأي حق تحرموا الناس باش تعزي هدي ما كي نال هذا يعني هذا الأمر يتجاوز الوطنية ويتجاوز الأمور المتعلقة هذا الأمر متعلق بالقيم الإنسانية وبما جاءت به الشريعة الإسلامية الشيء اللي لكم ديرينا فضيع وجرم كبير مرتكب باسم الدولة الجزائرية وهنا أنا نوجه ندائي مرة أخرى عليكم أن تراجعوا أنفسكم من أجل حل المسألة الإنسانية بين الجزائر والمغرب على مستوى سكان الحدود هذو سكان الحدود من حقهم يتواصلهم مع ابني عمهم من حقهم يزوروا ابني عمهم من حقهم يعزوا في وفاة واحد من ابني عمهم لا من المغاربة لها لا كما يقولوا رهم في الجانب المغربي ولا في الجانب الجزائري هذو ليس شيء أعيب عليكم أنكم تقطعوا بيناتهم ليس شيء حرام أن عائلة تشوف في ولدها وبن عمها ينتفن على بعد أمطار وتحرموهم باش يحضروا تفين هذا أمر يندله الجبين وتتكلموا على القضية الفلسطينية والقيام وتكذبوا على الرأي العام في البلاد وعلى الرأي العام الدولي بأنكم تناصرون حقوق الشعوب ناصروا غي سكان الحدود خلوهم يتواصلوا مع عائلاتهم هذا أقل شيء هذا أقل شيء تديروه تجاه ساكنة الحدود التي قدمت الكثير للوطن ساكنة الحدود التي قدمت الغالي والنفيس من أجل يعني وجاهدت من أجل من أجل تحرير الجزائر والمغرب يعني وفي آخر المطاف تقطعوا أرحامها وتعاقبوها سي بورسا الشيء اللي رك تديري فيه هي عصابة العسكر هو عقاب يعني تنفضي في الأملاءات متاع المستعمر وتعاقبي في سكان الحدود اللي كانوا غصة في حلقة المستعمر اللي جاهدوا بالغالي والنفيس وفي آخر المطاف قاطعين أرحامها في آخر المطاف يتم حرمان سكان الحدود من أن يتواصلوا مع بعضهم البعض وباش فقط يعزوا ولا يحضروا في التفينة هذا آخر شيء يعني ماناش نتكلموا الأفراح القرح في الححزان محرومين سكان الحدود من بعضهم البعض وين راكم رايحين بهذا بهذا الشر بهذا بهذا قطع الأرحام راكم غالطين وتتحملون مسؤولية القطيعة اللي راها موجودة على مستوى المناطق الحدودية بالنسبة بالنسبة للعائلات التي تحمل نفس الاسم بالنسبة للعائلات اللي يعني قدروا أنها رسمت الحدود وفرقت بيناتها في وقت فرنسا في وقت فرنسا وما كانتش هذا القطي عن تها الأرحام لكن عملاء الاستعمار عملاء فرنسا قطعين ميزيلمين مسلمين قطعين الأرحام بين الجزائريين وبين البغاربة أرمين سكان الحدود باش يتواصلوا بعضهم من البعض يعني يتيها عصابة العسكر جرائمك لا تعد ولا تحصل يعني جرائم تفير في حق الإنسانية ومن بعد يجي يقول لك احنا خارسين على بناء اتحاد المغاربي يعني أنا نحشم حتى نقولها يعني يكذب وزير خارجية الجزائري يكذب ويتكلم العلاقات مع المغرب والاتحاد المغاربي ونظامه المجرم قاطع الأرحام على ساكنة الحدود ليقدموا الكثير للوطن حسبنا الله ونعم الوكيل تدقوني أمر مؤلم جدا أنك يعني تسمع مثل هذه الأخبار وتعيشها يعني أنا عشت هذا الأمر بجوارحي وزرت هذه المناطق وطبعا أنا متضرر أنا أحد ضحايا هذه القطيع عن تعالى الأرحام لأنني أنتمي إلى قبيلة أيضا فرقت يعني قبيلة تحميان اللي هو الجزء الأكبر في الجزائر وهناك جزء في المغرب أيضا هذا وتاني يكرههم محرومين من بعضهم البعض عائلات كثيرة ما شفتش بأض على البعض لمدة عشرات السنين بسبب ماذا؟ بسبب هذا الغطر سنتعهد العصابة المجرمة واللي عبد المجيد تبوني يعرف جيدا وهو ابن المنطقة أنت تعرف جيدا المآسات والمعاناة عند عائلات الحدود وحرام عليك الشيء اللي أنا أدين فيه حرام عليك وستحاسب أنت رئيس الجمهورية ستحاسب على قطعك للأرحام بين الجزائرين والمغاربة وأنت ابن المشرية وتعرف العائلات والقبائل اللي موجودة على الحدود والله لا تتحاسب يا عبد المجيد تبون والله لا تتحاسب على قطعك للأرحام نتكلمه لأنك أنت ابن المنطقة وتعرف جيدا ما معنى الأواصر والعلاقات منسوبية اللي موجودة بين ونحملك المسؤولية واليوم أمام الشعب وأمام الله عن الشيء اللي رأك دائرة انت وهادك المجرم تعشن قريحة قطعين أرحام الجزائرين والمغاربة وتتحججون في وطنية زائفة تتحجوا وتقول لك بل إحنا نحمل حدود أنتم عاكم مش تحمل حدود أنتم عاكم تكسروا النسيج الإنساني والاجتماعي بين الجهة الغربية الجزائرية والجهة الشرقية المغربية أنتم عاكم تنعلوا المستقبل أنتم عاكم تكرسوا في الأحقاد ولكن رغم كل هذا العائلات للحدود رغم ألا بها لأنها عائلات محافظة يحشموا بزاف الناس على الحدود يحشموا بزاف وسيطرتم عليهم بها لأنهم ناس محافظين ما يقدروش يتظاهروا ولا يعبروا على الغضب انتاحهم ومسيطرين عليهم على قطر تعرفوا التركيبة انتع المجتمع على منطقة الحدود مجتمع محافظ وحشام وما يحبش يعني كما يقولوا يجاهر يعني يتحمل الألم انتاعه وما يشكيش هذا هدوه ما سكان المعناتق الحدودية حقرتوهم حقرتوهم لكن نحن لن نصمت لن نصمت أمام الجرم المرتكب في حق ساكنة الحدود والأرحم التي تم قطعها لمدة عشرات السنين بسبب هذا العصابة الكذابة المنافقة التي تدعي أنها تحمي حدود الوطن ولكن في حقيقة الأمر هي تنفذ في أجندات المستعلق ما نحن نتكلم على فتح الحدود أنا أخذكم تفهم هذا حكيم ما نحن نتكلم على فتح الحدود ننتكلم على مشكلة إنسانية لعائلات الموجودين على طرف الحدود والذي بغى يعرف الحقيقة يجي المنطقة الحدودية ويشوف حقيقة الأمر نحن نتكلم على إيجاد حل لهذا المسألة وهذا المعظلة الإنسانية التي سيعاني منها سكان المناطق الحدودية التي خاصهم يكون عندهم ممر إنساني ممر إنساني أنا كنت طالبت ممر إنساني للراجلين يعني ما شيء تنقل بالسيارة يعني أبي مهم تتواصل العائلات بعدها البعض المهم عائلة يموت لها ولدها في الجانب الآخر من حقها أنها تحضر وتعزي وتشوف العائلة الأخرى هذا هو ما نيش نقول لنا فتح الحدود فتح الحدود نهار تحمل الشعب المسؤول ينتقى ونهار يعرف الشعوب بأن ما صيرهم مشترك هذه الحدود لن تبقى مغلوقة ستفتحها الشعوب لكن بالنسبة الخطاب اللي راني نوجه هنا للعصابة الحاكمة في الجزائر راني نتكلم عن المسألة الإنسانية بين العائلات اللي موجودة على طرفين الحدود بين القبائل اللي موجودة على طرفين الحدود والتي تحمل نفس الاسم هذا هو النداء اللي راني نوجه هناك مسألة إنسانية هناك معضلة يجب حل إيجاد حلها باش يعني نحافظ على هذا النسيج الإنساني والاجتماعي لأنني أنا لست ممن يلعن المستقبل وأعلم جيدا أن المستقبل والأجيال اللي غادي تجي بعدنا ما غاديش تعيش هذا الوضع المأساوي لكن في الوقت الحالي هذا ما يمنعناش باش نناضلوا من أجل إيجاد حل للمشكلة الإنسانية على الحدود بين الجزائر والمهد